السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعده فيقول الله تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وكذا فإن الله يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الشكر بعد شكر الله تعالى منصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام إزاك يا مولانا الحمد لله رد السلام كاملا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يتفضل أنا دلوقتي يا مولانا شغال في برمجة التطبيقات ليه بتيجي عكليفون وكده فأحد التجار طلب مني وشغال التاجر في مستحضرات التجميل والمكياجات والحاجات دي طلب إن أنا أعمله أبليكيشن عايز أعرف حكم ده الأول يعني حكم التطبيق لبيع ما ده مستحضرات التجميل للنساء لا ما نعمل دلك زوجتك تتجمل لك أو لا تتجمل لك إن شاء الله ستتجمل شنو أقبل بها إن شاء الله ما في مشكلة إن شاء الله طيب لو التطبيق بيحتمى على صور للنساء وكده لا أنت تعمل شيء يرضي ربنا ما تعمل شيء لا تساعد فيه على الإسم والأدوان طب أنا مش أنا اللي هضيف الصور هو اللي هضيف الصور من عنده يعني ممكن يضيف صور أو لا يضيف ممكن يضيف أو لا يضيف يأمل الذي يخصك يكونه حلالا بمعنى القدر اللي أنت تعمله يكون حلال بس السلام عليكم إزاكم الله حافظك الله ومحمد هايبة السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا وحبيبنا كيف حالك الحمد لله بخير الله وملك الحمد بإمان يا رب السفسار بسيط يا شيخنا أتفضل أنا ينفع بلاتي أصلي صلاة غير الفرد بكذا نية يعني مثلا صلاة العشاء خلصت وفيه ركعتين سنة بعد ينفع صليها بسنة بنية السنة ونية قيام الليل وكذا يعني لا 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 هذا المثال بالذات لا يصلح لا يصلح أن تصلي ركعتين السنة وتقصد بهم قيام الليل مع السنة لا يجوز طيب إيه الأمثلة اللي يجوز فيها تعدد يعني مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دقل أحدكم المسجدة فلا يجلس حتى هركع ركعتين فأنت دخلت وصليت سنة الفجر أجزأت عن الركعتين تمام طيب استفسار بسيط آخر نعم لذلك أنا دخلت في معاد الصلاة هل لازم أصلي طحية المسجد رغم أن الأذان أزم خلاص ولا صلاة الجماعة خلاص تكفي ما هي صلاة الجماعة تكفي الله يحفظك حفظك الله يا شيخنا وقزاك عنك وياكم نسأل الله أن يكشف الضر عن أهل غزة يا رب ويعفيهم من كل سوء من كل مكروه يا رب السلام عليكم وعليكم السلام عليكم الشيخنا جزاكم الله خيرا وياكم تفضل شيخنا صديقه لي يعمل في مستشفى الجامعة وفي العمليات في المستشفى في حالات محتاجة حاجات منبررة من مكاتب مستوزمات مطبئية ومكاتب برر المستشفى في مكتب عرض على صديقي دا أنه هو يتعاقد معه يبعث له الحالات اللي هي محتاجة مستوزمات برر المستشفى هذا يجوز ليس من حقك أن تلزم المريض أن يشتري من مكان بعينه أنت تصف له المطلوب وهو يتصرف إن سألك أرشده لكن تتفق وترسل له الناس وتأخذ أجرة ما لك حق في هذا نزاك الله خير برك الله فيك السلام الموجود الشيخ منصور هويس منصور وفقك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام وعلى الله وبركاته صدل نعم 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 أنا أزهري أنت أزهري وبعد كنت عايزة لحظرك عن الأشاعر وضع المسائل التي كانت فيه الله قتل الله الأشاعر أجبنا عليهم بما فيه الكفاءة أنصحك تمتثل قول الله تعالى ولا تحيد عنه بارك الله فيك السلام عليكم حديث منصور لا يصح السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عندي سؤالا الأول ما المرد بقوله تعالى فالما أسهري جمهور أهل العلم في تفسير هذه الآية أن هذا أول ذنب واصي الله به في الأرض وأن آدم وحواء نظر أن يسميان الولد عبد الحارث قالوا الحارث شيطان ذلك أنه لم يكن يعيش لهما ولد فقال إبليس لهما أنا أفعل وأفعل فسميه عبد الحارث فسميه عبد الحارث لكن على أي حال هذا أثر ليس على رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكن تناوله المفسرون جمهور مفسرين بالقبول أنهما سمي الولد عبد الحارث ولم يكن شركا في العبادة إنما كان شركا في التسميع والله يا كبير السؤال الثاني أستاذ علمنا ثلاثة أحاديث عن شرب الخمر مع بيان هل الحاكم هل الحاكم أن يحكم بقتل شارب الخمر أو شارب المخدرات لا ليس للحاكم أن يحكم بقتل شارب الخمر وحديث قتل شارب الخمر للمرة الرابعة ليس عليه عمل المسلمين وكان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم رجل كثيرا ما يصرب الخمر يؤتى به فيجلد فقال بعض الصحابة لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك فقال النبي لا تلعنوه إنه ما علمت يحب الله ورسوله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحداث ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة اصبر منك نكمل الله يسلمك من شعب الخمر في الدنيا لم يشبع في الآخرة هل لو تاب ثم لم يتب منها الحديث كده ثم لم يتب منها يزاكم الله وخط بارك الله فيك يا شيخ مصطفى الجوهر لنسأل الله القبول مننا ومنكم وأن يغفر لنا ورحمنا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عم الشيخ تفضل يا حبيبي أصلح الله أحدك بين حكم الصنصرة بالنسبة للشوء إذا كانت هي الدلالة يعني أنت تدلني على شخص أشتري منه شقة وتأخذ أجرتك مني أو منه بوضوح لا بأس بذلك جزاك الله خيرا الله يكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم السلام ورحمة الله وبركاته شخنا الكريم لو سمحت حضرتك لو توضح لنا شخنا بإجاز كده الأحكام النسيان أو الزيادة في الصارة من حيث عدد الركعات أو جزء من الركع يعني لا أنت تسأل إن الموضوع واسع تأجم حضرة كاملة فالسلام الجزء التي تريد مثلا شخنا بشكل إجاز يعني أنا زودت مثلا ركعة أو نقصت ركعة أو زودت مثلا أو أخطأت يعني في ركعة معينة مثلا إذا زدت ركعة أو نقصت ركعة تبني على هناك قولان يرى الجمهور أنك تبني على الأقل هو الذي استيقنته تبني على الأقل وتأتي بركعة وتزجد للسهو إما قبل الركوع وإما قبل التسليم وإما بعد التسليم ويرى بعض العلماء كابن مسعود أنك تبني على أغلب على الظن تبني على الغالب على الظن فهذان القولان موجودان وعلى أي حال تزجد للسهو بعد التشاهد سواء قبل التسليم أو بعد التسليم بارك الله فيك وإذا بعد الصلاة شخنا ما أقول لك سواء قبل التسليم يعني بعد الصلاة افتكر أنه مثلا بعد الصلاة بكم يعني بساعة أو ليه لا مش ساعة يعني بعدها بحال بسيط يعني حال بسيطة تذكر سلم وتذكر أنه نسي يأتي بركعة ويزجد للسهو يأتي بركعة نعم لكن زمن طويل لا يعيد الصلاة نعم الله بركيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أزاي فضلتك الحمد لله بخير السؤال خاص بالصلاة يا سيدنا اتفضل لو أنا كنت بصلي وبعد كده لا يحدش الصلاة من الرقعة الأولى وحبيت أكمل الصلاة ففيه ناس بتعدي قدامي فيه مشاكل اللي بيعدي من قدام اللي بيصلي هم يأثمون وأنت ينبغي أن تتخذ سترة لك أنا بيجي بعد الصلاة لو بيحاش الصلاة في الرقعة الأولى على كل صلاتك أنت صحيحة يعني اللي بيمر بين المصلي لا يبطل الصلاة لا لا يبطل الصلاة جزاك الله خير السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله كيف حالك يا شيخ مصطفى الحمد لله طيب سؤال يا شيخي كان اتصل على فضلتك قبلك كم يوم واحد وقال لك أنا ممثل وإنت نصحته أنه يعني يشتغل في حاجة مفيدة هم فيعني الآن يا شيخ أنا لو ممثل يا شيخ الآن وهب أني هقدم سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه هم وسألني في التمثيل أمام الكاميرا ما اسمك أنا اسمي أحمد هو وأنا يعني بحكم الدور قلت له اسم عمر بن الخطاب هل هذا يعتبر كذب ولا لا يا شيخ لا لأن كل الحاضرين وكل السامعين بلغض النظر الاسم أمر بلغض النظر عن الصحابة انغي الصحابة أولا حتى لا تلتابس الأمور التابعين أي شخص من الفضلات يعني ها يعني التابعين ليس بالضرورة التحاضة الشافعية لإمام الشافعية لإمام أبو حنيفة لا هات أي واحد وخلال عفوا ما تسمي الصالحين لأن تسمية الصالحين فيها مشكلة أنك هتمثل الإمام الشافعي وتنسب الكلام إلى الإمام الشافعي ولم ينتسب لم ينسب إليه وقد يبني عليه شخص أعمال ففيها مشاكل وسمتك ليس كسمت الشافعي إنما سؤالك العام هل يجوز لشخص أو شخص تقمص تمثيلية مثلا باسم شخص آخر يقل اسم زيد اسم عبيد أي اسم على الأسماء وهو ليس كذلك الناس يعرفون أن هذا ممثل يعني ما هو الكذب الذي ما هو ليس بالكذب الذي يحاسب عليه الشخص كما تتطور أنت الملكان يكتبوها كذبة أم يكتبوها لا ما في الملكان الملكان يكتبوها وربنا يحكم فيها بس الملكان سيكتبوها وربنا يحكم فيها السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم صلى الله خلاص يا عبد الرحمن بن إدريس السلام برك الله فيه خليتهم جماعي يا عبد خليك معي لحظة إن السلام مكرس عبد الرحمن بن إدريس كنتم في جماعة أو كنتم تستمعون الخطيب وفضة الصلاة وانتقلت من مكان آخر الوجهان قيما لمن تنصبه خطيبا آخر يتمم لكم مكان الأول أو تصلوها ظهرا فالاجتهاداني متحملان يا عبد الرحمن ساموك تفضل يا أخي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بقول لك يا شكرا سمحت عندي السعادة تفضل الله يبارك فيك صديق لي كان طلع عمره وتجاوز الميكات واعتمر من متى وعمل العمره ونزل تخطى الميكات دون إحرام دون إهلال ترك يبنه عليه دم عليه دم يعني هو نزل حلال هو كبه حلال في مصر يعني يرسل واحد يكلف من يزبح له هناك هناك شيخ نعم لكن هنا ما ينفعش الله يسلمك كل الزباح يتلقى بالحج تكون في مكة الله يكمك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسلام عليكم شيخ مصطفى حضرتك عندك علم عن مقاطعة شركة مجدغل ما عندي علم يعني ماذا تريد أن تفعل اشتري من شركة طيبة أهلها طيبون صالحون أفضل من أن تشتري من من يدعم الباطل لا هو أنا بشتغل فيها والله ينتبه وكنا سمعنا أن هما بيدعموا الجهود الإسرائيليين ومقدم لهم وجبات مكانا فا مش عارف أعمل إيها يعني مقدمينها من عندك ولا من بلادهم من بلاد الكفر ما هي الشركة الأم فهي شركة أمريكية فرعكم هو الذي يقدم ولا فرع دولة الكفر هناك فرع دولة الكفر أنت ليس عليك كبير إثم لكن إن بحثت عن غيرها أفضل لك الله يسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل فتفضل الله يزيدك الفضل دلوقتي يا شيخ كان فيه مشكلة بيني وبين مراتي كده اه طوضل المشكلة إن هي طبعا كنت بقولها ما تروحيش تحفظي القرآن في مكان بعيد يعني كابله بأصلات أو تاكسي أو كده يعني بقولها وقرنا في بيتكم إن عارق البيت عايز التعلمي افتح اليوتيوب اه احفظي منه يعني اه فوافقت بعد جدال كده وفقت على الموضوع وبعد كده بدأت تاني تقولي أنا عايزة أروح الجم مع صحبتي ومش عارف ايه وجم نسائي فبقول لها مش أنا مش مش موافع على الموضوع ده وبقول لها وقرنا في بيتكم يعني عفوا مكان الجم يحتاج سفر ولا ايه بالضبط لا يحتاج جمواصلات هتركب تاكسي أو هتركب حاجة التاكسي الذي تركبه في خلوة ولا فتنة ولا ايه بالضبط المنطقة أهلة بالسكان أو لا يعني من ظنة الاعتداء عليها غير وردة والله هو ممكن يكون في حالة تاكسي يعني أمور نادرة يعني ولا الغالب لا نادرة نادرة وانت ما وجدت نظرك في يعني تريد أن تخرج إلى الجم و لكي تتحسن صحته مش كده مش عايز ما تخرج الجم يعني يعني الحق حقك لا شك الحق حقك أنا بس بتناخش لحال المشكلة الحق حق الزوج ما لم يأمر بمعصية لكن أنا بسأل سؤال يعني من باب يعني أن أنا أشوف لك مخرج حتى تحافظ على الأسرة مظبوط يعني يالآن مثلا بدينا وتريد تكون رشيقة عشان من أجلك أنت بعد الله كرام ده فالس ها ما فيش بدانة يعني مش بدينة الله على العموم كحكم من القول قول الزوج خلاص اي السلام عليكم اللهم نصور أهل غزة يا رب يا رب يا رب السلام عليكم تلك كبيرة عليكم السلام عليكم يا شيخ مصطف الحمد لله عندي سؤال بعد إذنك سأل الحبيب دلوقتي أنا مسافر دولة عربية مسلمة وزوجتي مش عايزة تسافر معي زوجتك لا تريد أن تسافر معك مش عايزة تسافر معي دولة عربية مسلمة مسلمة وفي مساجد وفي كل حاجة وما سبب امتناء الزوجة من السفر عشان هتبد عن أمها وأخرتها هل كانت اشترطت عند الزواج ألا تخرجها من بيت أبويها لا 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 إطلاقا أه حكم يا شيخ مصطف ما أنت للقول قولك ما دون تستذهب إلى مكان آمن ليس في ضرر عليها فلا بأس هي رفضة رفض قاطع رفض قاطع هل أنت ما مشكلتك ما هشوف أنت حاجة تانية يا شيخ بعد نتعلم في الحاجة هي كل فترة فترة تقول لي الفلوس ضعت المصروف دا يعني حطها في الدولاب والمصروف دا حطها في الدولاب والمصروف دا ومين اتاخد ما اتخدش تقول لي مش عارفها في خادمة يدخلون عندكم نعم في خادمة تدخلوا بيتكم لا 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 أخلص ألها أخواتها بس لا يجب هي المسؤولة آخر مرة ما فكت المصحف كده وهي بتكلمني فيديو بتقول لي أنا وقران ربنا أنا مش عارفها راح فين مش عارفها الفلوس راحت فين خلاص ما نشتري أعطيها فلوس كتير إذا كان كده سفيها مش كتير مش كتير ولا حاجة تقولي المصروف يعني عشان أبعط مصروف تاني المصروف ضعام نعم قل لك يعني خلاص لا تعطيها أموال إن إذا كانت كل يوم كده بهذه الطريقة هضبط نفسي أنا أشتري لنا المطلوب وخلصتي شكرا شيك شكرا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيحان تفضل حدث أدركتي أنا لو مشتري أي حاجة أجسد هل لزو الجسد بتكون على الحياة كلها ولا لما تفع مجد 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 ولا باقي المبلغ هل في شيء حرام في المرة كل الصورة التي تريد أن تتعامل بها أنا مثلا اشتري التلفل مثلا بأربع ثلاثة ودفعت ألف مجدم وهدفع نسبة الجسد على الثلاثة اللي باقي هل دا عادي لا في الأول أن تتوضح للبائع أن سأشتري هاتف أسدده على سنتين سأدفع ألف وأقلي ثلاثة بكامل هاتف عفوا بكامل هاتف إجمالا بأربع ثلاثة إن تسأله سؤالا بأربع ثلاث مجدم لا وصف له الحالة أنا أريد أن أشتري هاتف وأسدد على سنتين بكامل هاتف بكامل هاتف إجمالا بارك الله فيه والله يا أبو فارس أنا معك على هذا الرأي ولا كفروا والذين كفروا بعضهم مولئوا بعض إن كانت تجدي السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا صحتنا شيخانا على السؤال يا استطاع اتفضع يا حبيب في أنا دكتور في بعض الأطباء بيدي لي أموال مال زكاة ولا يسا مال المرآة بيبقى غرضه إن أنا طلحها على الناس اللي عندي في المستشفى اللي مش قادرة إن هي تدفع بعض المساريف حاجات من بره المستازمات تبقية للمرضى وأنت طبعا بتكشف وتقصل منهم لا مستشفى حكومي أيها يعني أنت تسلم للناس المرضى سلمهم الفلوس في أيديهم هم يتصرفون أنا أحيانا نحن بنتحرك نحن نسأل لا تتحرك تتعثم نفسك تتعثم نفسك الفقير أحقه بماله أعم أنت فقير من غير تقييد اتفضل 10 قرش 20 قرش على ما تراه مناسبا أم أنك تلزموا أن يشتري بها الدواء الطبية أو الدواء ليس لك بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صح صح يا حبيبي تفضل كيف حالك يا شيخ الحمد لله تفضل بارك الله وفيك كما عندي سؤال بالنسبة للضحك في الصلاة أنا سمعت أنه الضحك ويبطل الصلاة لما يبقى طبعا الضحك بصوت النصر يبطل الصلاة يبطل الصلاة على رجل مهير العلماء طيب مثلا لو واحد ضحك بصوت مثلا وما بنشي حرفين الابتسامة الابتسامة لا لكن الضحك يبطل الصلاة السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم الحمد لله انت بس على حضرتك ليه حديث منذكر والسفر ورابة المتني ونكارة المتني والنصوص الثوابت تفيد أن الخطوة تحط درجة تحط خطيئة وترفع درجة وهذا متن غريب مستنكر أن الخطوة ترفع لها أجل سنة صيام وقيام نعم ولماذا على ما الحديث قال كلمة يخربون في المطاعم أو في الأماكن اللي ابتدعم الكائن الصهيني لكن مش من داخل مصر من خارج مصر لكن هم يخربون في هذه الأماكن السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضلت الشيخ مصطفى تفضل أحبك في الله والله أحبك الله الذي أحببتنا فيه من باب حبي لك يا شيخ مصطفى كنت عايز أقول لحضرك كثرت شرب الشاي يعني أرى أنه مضر يعني التوسط في كل شيء مطلب يعني هذا الكوب صغير جداً وأنا أخذته بس يعني والله ما أكلمتك الآن أشكرك بس يعني أرجو أن تتداخل المباحات في الحرام أو في المكروه لأنه مضر فقط لا حتى القليل القليل مضر لا يعني مثلاً كوب يومياً بس يا شيخ ماشي ماشي موافقك على كده الله يكرمك يا ربي يا شيخ الله يحفظك شكراً لكم شكراً لكم شوف يا أقول لك حظر ما عرفش إيه اللي حظر ها واحد كافر بين اسمها سارة راكة دي كافرة السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم الحمد لله لو سمعت شيخنا كنت سمعت مقطع لكذا شيخ وحتى سمعت مقطع صوتي للشيخ الألباني رحمه الله بينكر قتال اليهود يعني بدعوة إنك لو قتلت منه مواحدة يقتلوه لا مش ينكر قتال اليهود كلامك كلام غلط نقلك خطأ إنما الذي يظن بالشيخ رحمة الله عليه أو ظنه بغيره أننا ننظر إلى المفاسد والمصالح كده ممكن يظن أنه قال كده أننا ننظر إلى المفسدة وإلى المصلحة ويستدل بالعهد المكي قد يقول كده لكن إنه ينكر قتال اليهود ربنا قال غير كده طاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدهم صغرون نعم الله يسلم لا تردوا على الكلب العقورة التي تكلمت بالكلام يا إخوة لا تشغلوا بلكم بها خلاص حجفت حجفها الله من الدنيا السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بخير كان عنه سؤالين بس كده يا دكتور معلش اتفضل لو سمحت بما ردنا دلوقتي لو واحد بيشتغل مثلا في السبعة أيام بيشتغل منهم خمس أيام طبعا بيأصل على العبادة بيقدرش يصلي كم ليل ما بيقدرش يصلي الوقت في جماعة نتيجة اللي هو بيشتغل اربعة وعشرين ساعة ومربعة وعشرين ساعة هل دا صح عشان يقدر اللي هو مثلا يجاهز ولاده ولا لازم يقلل برضو الشغل التاع بحيث ان ما يقصوش على العبادة يعني هو يقيم فرائض الله يكون فرائض الله فقط الله قال في كتابه الكريم وفي هذا في حق المحتاج علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه واقيموا الصلاة المفروضة وآتوا الزكاة وأقرضوا لله قرضا حسنا أما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرهم أعظم أجل واستغفروا الله بارك الله فيك شكرا السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك عم الشيخ عبار حضرتك ايه؟ الحمد لله بخير يا رب دايما عليك يا سؤال أنا ليه بناتي واحدة اثناشر سنة وواحدة ثلاثتاشر سنة والحمد لله بلقوا يعني أنا ياسب في التعبير إن كان يجوز يعني شعر الأرقل واليدين هل يهم اللي هما يشلوه؟ يعني هل يجوز المرأة أن تزيل شعر يديها؟ ورجليها؟ ذا السؤال؟ لا مانع حتى لو كبيرة يعني هما يا أخي أنا أقول لك لو هي بالغة لو هي 25 سنة وتزيل أن تزيل شعر يديها لا مانع والكلام ينطبق على اللي هما الـ 12 سنة و 13 سنة ما هو قول على الجميع يا حبيبي المرأة يا جوجلا أن تتزيل بإزالة شعري الجسم إلا الحاجبيني تمام يعني كده الحمد لله مفيش 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 مانع في الإسلام مجرد أن هي بلغت فشعر الرجل والإدعاء من أجبتك سأل المرة الثالثة السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم خاصة مصطفى السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم بس هم في حالهم وإحنا في حالنا يعني فهل مستحب أن يقرقوا من المنطقة دي يروح من المنطقة تانية يغلب عليها لأنهم اللي حوالي يبقوا مسلمين ولا مش شرط يستحب طبعا يعني السكنة في مكان كله نصارى وأنت المسلم أو غالبه نصارى وأنت المسلم مع قلة بلا شك يقرأ وأحسن منه أن تسكن في منطقة أهلها أهل الإسلام أهل إيمان تمام تمام في حديث أحب أن ينوى عليه هو حديث أنا بريء من المسلم يعنش بين الظهراني المشركين لا تطرى نارهما هو حديث معلول السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مولان عضرتك أنا هل آسم على حلق اللحية نشك تعونا على البر والتقوى لا تعونا على الإثم والأدوان السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم لو خدت منه جزء اللي يا إخواتنا في غزة يعني أيوم أفضل من حيث الأجر والسواد ماذا قلت ماذا قلت شيخ نبولي حضرتك معي مبلغ أي للعمرة أي لا قطلع بعمرة إن شاء الله أي تريد تحوله الغزة يعني ولا إيه أفضل من حيث الأجر والسواد والله إذا كان إذا كانت اليد التي ستوصل المبلغ مأمونة فذي نكبة وكربة يقوان فيها وصلوا إليهم لكن حل ذلك إذا كان المبلغ سيصل إليهم وإن شاء الله يصل إليه والله يكون هذا إن شاء الله في أجر أجره الأعظم إن شاء الله في التلالة شديدة الله يعفيهم يا رب السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته صدل ما حكم الناس اللي شغال في البنوكة شخص إذا كان يعملون فيما يتعلق بالربا فالنبي لعنى أكل الربا وكاتبه موكلة هو شهدي يعني المحاسب السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا أخي الكريم السلام عليكم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته شوفنا النسبة لي ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرديا ولكن كان حنيشا مسلم المقصود بالإسلام قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إسلام العقيدة وإسلام التوحيد لكن ليس بإسلام الشعائر أو الشرائع يعني عفواً عفواً نعم كل الأنبياء على الإسلام الذي هو التوحيد نعم إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فعبدون إن الدين عند الله الإسلام إسلام التوحيد صبراً صب ومن يبتغي غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه في الأخيرة من الخسرين نعم نوح قال وأنا من المسلمين نعم إبراهيم عليه السلام قال الله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرديا ولكن كان حنيفاً مسلماً نعم وصى بها إبراهيم بني ويعقوب يا بني أن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا أنتم مسلمون نعم موسى يقول على الله يتوكلوا إن كنتم مسلمين نعم كل الأنبياء أسلمت مع سليمان الله رب العمي إسلام توحيدوا الله وأفضوا بالعبادة أما الشرائع متنوعة نعم لكل إن جعلنا منكم شرعة ومنهاجة نعم الأحكام أحكام الأكل الشرب في على الذين هدوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والنقام حرمنا عليهم شحهم ما إلا محمد الظهروم أو الحواية نعم نعم عيسى جاء قال ولأحل لكم بعض الذي حرموا عليكم والرسول جاء كما قال تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث نعم نعم لكن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام لابد أن يكون عقيدة ويكون شرائع وليس الوجود في ديانة أخرى ولا إيه الإسلام واحد الإسلام واحد لكن الشرائع متعددة نعم الله قال في كتابه الكريم لكل جعلنا منكم شرائعا ومنهاجا فاهم الشرائع تعددت الشرائع لكن الأصول الدين ثابتة لكن بعد بعثة النبي محمد يكون الناس ملزمة بشريعة الرسول آه أصبحت شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي السائدة أو هي المفروض نعم أن يتقبل الله إلا هي نعم رمضان تصومه إذا كنت مسلما نعم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته صبني نشيخ نعم كنت أريد أن أأتي إلى حضرتك إن تشري في أي وقت أنت حر غدا إن شاء الله إذا غدا في الظهري أنا موجود ظهرا لكن بعد الظهري بمدة سبب القاهرة إن شاء الله يعني قبل الظهر لا صلي معنا الظهر لكن أتأخر بعد كده بساعة يعني يتحرك من بلدتي بعد الظهر بمدة بساعتين يعني أنا أطلب العلم ولكن آآ آآ يا أخي كلمنا على الهاتف الخاص صلى الله يغفر لك تعال هتشرف الظهر صلي معنا الظهر بعد كده أردت شيئا آخر كلمنا على الهاتف الخاص السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل والله إذا كنت محتوى إليك سل دلوقتي في مهزمات بتجمع تبرعات لأهل غزة إذا أنت واثق في هذه الهيئات ثقة كاملة أن توصل المساعدات للمسلمين في غزة ووصل إليهم طيب أنا سألتهم ومقولوا للمساعدات هتروحها عينية يعني بيشتروا أشياء وتروح أشياء ولو يجوز إذا كانوا أيضا أهل الأمانة لا بأس لأن هذا المتاح السؤال بقى هل 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 يجوز زجات الملفة هذه الحالة؟ إذا كانت اليد أمينة وتوصلها إلى مستحقية من المسلمين وحتى لو وطنة عينيات مش أموال ما هو فيه اضطرار هنا فيه اضطرار جزاك الله خير مولا لك الله يسلم الله يسلم أعانك الله السلام عليكم وعليكم السلام وحضر وبركاته يا شيخنا أتفضل الله أعفضكم إياكم أنا أكرمك عندي سؤال تفضل نعم أولا عندي سؤالين على السريع مش هسكر على حزر تفضل أولا حساب زجات المال وأنا تاجر والمال عندي ببرايح جاي في التجارة هل أحسب زجات المال على كل اللي عندي في أخر السنة ولا أحسب؟ كل الذي في يدك والديون الحية وتقسم الذي عليك الديون التي عليك يعني أنت معك ملال نعم واحسب كل ما عندي اسبر علي فهمك بس أنت الآن تاجر معك مال سائل احسبهم عندك بضاعة احسبها ضمها إلي لك ديون حية لك ديون حية تحسبها عليك ديون تقسمها وزكي على المتبقي بسؤال أول الله يبارك لك سؤال الثاني شيخنا شكرا يا خلاق كرش محافظك الله تفضل بيبقى الغزب عننا بفيه فلوس بتتراكم في البنك تب بيدخلوها في حسابات توفة الذي يأتيك زائدا عن أصل مالك من البنوك خرجه على سبيل التخلص منهم السلام عليكم عليكم السلام عليكم وبركاته سكى شيخنا الله يبارك فيك أسأل الله أن يرزقك العفو والعفية في الدنيا والأخرة يا رب أمين يا رب ليه السؤالين عند حضرتك تفضل السؤال الأول في تحفيظ يوم الجمعة قبل الصلاة ونجيب الولاد في المسجد نحفظه قبل صلاة الجمعة تمام؟ هل هناك مشكلة؟ لأن أريد حديث في سنة أبو داود أن النبي ينقع للتحلق لأيوم الجمعة بس نريد نفصل بين الجمعة وبين حلقات التحفيظ مع المتا ستنتهى الحلقات؟ مع الصلاة لا كده لا ينفعش لا تفعل هذا لك ستشوش على المصلين تبدأ قبل الخطبة أصلي قبل خطبة؟ لا تفعل ستشوش على المصلين ولا أبليها في ساعة مثلا خلص أبليها في ساعة مثلا يعني خير الهدي هذه محمد عليه الصلاة والسلام يعني ذهب إلى الجمعة ذهب يتنفل ويصلي أما حلقات القرآن في المسجد ولا تنتهي إلا إذا صعد الإمام من برد تشوش على المصلين المصلين هذا مجدد سلام عليكم وعليكم سلام عليكم وعليكم سلام عليكم وعليكم سعرت على وقاته السؤال الثانية كنت أقول لحظتك عليه أن الفلوس بتاعتنا تبطى لها مساعد في البند قلت لك الزايد الذي يعطونك إياه بسبب تأخر الفلوس عندهم لا تستمتع به اخرجوا على سبيل التخلص منه أنا بخرجه بعمله زي إكراد حسن يعني أنا ما أخذهوش خلي الناس تسلفه البعضها وتركعه تاني أرجع لك أنت ليه لما تخلص أنت منه النفس أماره بالسوء يأتي ورستك يأخذونه ومشكلة أيوف أنهم يأخذونه يبقى زي السلف أنا فهمت كلامك لكن أنا أقصد أن الورسة ممكن بعد وفاتك يظنونه حق لك ويأخذونه هو بعيد عني يا شيخ خلاص أعطيه لأي هيئة بعيد عنك بل أبريب عمر الله يسلمك بارك الله فيك يا دكتور عمر السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم حالك يا شيخ الحمد لله بخير بقول لك يا شيخ بس كنت أرى سألت سؤال هو أنا رضعت من مرات عمي نعم رضعت من مرات عمي وأنا صغير يعني رضعت من زوجة عمك أيوه وأنا صغير قبل سنتين قبل سنتين قبل سنتين قبل سنتين رضعت من زوجة عمك أه وأنا قد قبل سنتين رضع مجبعة على رأي الجمهور هم أخواتك من الرضع في من يخالف بسبب عدد الرضعات لكن الجمهور يقولون رضع واحدة تحرم حنب ليقول ثلاث رضعات والشافية خمس رضعات لكن الجمهور على الرضع الوحدة تحرم وراجع فتوان على اليوتيوب فها تفصيل أوسع يا شيخ معلش هنا هذه فتوى تقول يعني يحرم 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 لا تتزوجهن أمنا نخد كلا بالاحتياج في الجانبين لا تتزوجهن من حيات الزواج من هذه الخلوة بهن ممكن يقول لك شخص لا تخلو بهن لأن أخواتك من الرضاعة ممكن شخص يقول تخلو بهن لأن أخواتك من الرضاعة فاخذ بالأخط في الجانبين السلام عليكم ولك أحزف واحدة اسماء سهر أراك يا السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نسمعك بتعيز أسأل بخصوص حماس نسمعك شيخ سمعت شيخ عصمان الخميس يقول رسالة الحماس أنه هم السلام عليكم عليكم السلام عليكم اني حبك في الله يا شكرا بروحك أنا كنت شغال في شركة وفي زميل لي مش عرب الجنسية بس مسلم كان بيقزيني على طول بيعمل مشاكل معايا وبيسوق صورتي في الشغل المهم فاستخرت ربنا صدت الشغل وربنا أكرمني بوظيفة أحسن منها فأنا قبل ما مشي بالشغل قلت له قدام زميلنا كلها حزب الله نعمل وكيل فيك عشان هو مسلم وعارف الكلام ده قلت له حزب الله نعمل وكيل فيك وأنا مش مسامحك المهم فجئت مبارح يا شيخ مصطفى بيقولهم عمل حد سبيله هو وبنته في السيارة وأنا حسس بالزنب من بعض لا ما عليك زنب ولا أي حاجة أنا عارف أنه قضاء الله قبره بدي ما عليك أي ذنب الدعاء على الظالم جائز قول الله تبارك وتعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ومن صور الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم تمام أنا ما دعيتش علينا وصوله حزب الله نعمل وكيل فيك والتنزب أهلنا كلنا بس ما دعيتش بعد كده ولا جبت وصرت حتى بيني وقلنا ما في عليك أي مشكلة لا توسوس لا توسوس لا توسوس السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كيف عالك مولانا الحمد لله هناك شهد تكذمة لخطبة ستاة وهي تريد أن تعمل بعد الزواج وهو نفسه لا تطيق أنها تعمل بسبب قد يحدث اختلاف بينها وبين رجال مع العلم أنه هو ميسور وقد يعني يستطيع أن يوفر له احتياجات الأسرة كاملة بإذن الله هو لسه ما زال خاطبا هو لم يخطب بعد في وقت الاشتراف لأننا نعلم حكمنا لو اشترطت فلها زالة الآن يعني هو الآن يا أخي الكريم أريد نصيحك للقرحين يا أخي اسسمي علينا بس أغفر لك ربي المرأة تريد أن تعمل وأنت لا تريدها أن تعمل لا تبحث عن غيرها وانتهى الأمر وإذا كانت يا جسمة أن أنصحة قبلتك فماذا تنصحها؟ أنصحها؟ أنصحها أن تقرى في بيتها إلا إذا كان العمل ينفع المسلمين وهي تسبد أخانا كمعلمة قرآن مثلا لا هو تحليل تحليل طبية وفي غيرها يقوم بذلك كثيروني أنا معك في هذا البعض نعم شكرا اللي فضلت الله يسلم السلام عليكم عليكم السلام شكرا لك زي حضرتك الحمد لله يتفضل أنت عايز من حفظك ردي والله على بعض المشايح المدخلة اللي بيستنكروا قتال حماك اليهود دلوقتي يعني بارك الله وفيك وحفظك الله لأن أجواب سبق وفقك الله السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخضر كيف حالك الحمد لله أصلاف شكرا لنا سفر من القاهرة مثلا الإسكندرية أو المنصورة والطوليب يأخذ معي ساعتين ساعتين ومس ثلاث ساعات بالكتير هل أكسر في الصلاة ولا يصابش يكسر في الطريق نعم في الطريق او يعني المدلات المنصورة المنصورة الكندرية كده الطريق يأخذ معي ساعت بالكتير أول ثلاث ساعات تقسر يعني أكسر أكسر في الصلاة تقسر نعم ثلاث ساعات سفر لا شك ساعتين سفر ساعة سفر السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام عليكم مصطفى تفضل نسألك الدعاء الله يوفقنا وياكم مسلحنا وياكم يا رب بقول الله حضرتك يا شيخ مصطفى يعني كان فيه شخص عرض علي أنه يشاركني في حاجة وانا مش محتاج شراكة يعني فرأيان حضرتك ايه يعني تنصحني بيه خلاص انت لا تريد ان تشارك لا تشارك وده الأفضل لأن ربنا قال وإن كثير من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين أمنوا عملوا الصالحات وقليل ما هم بارك الله فيه السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم شكرا فاضل هل يجوز اجتماع الناس على قيام الليل في غير رمضان يعني ما يعني إذا جاءت شيء يعني عفوي عفوي فلا بأس لكن جعل رمضان كغير رمضان في صلاة الترويح لم يفعله الصحابة الله يسلم إذا كانت يا إبراهيم بنصدك كتاب في أصول الحديث ولا في ايه بالضبط أصول الحديث لأنه كتاب اسمه وهو سهل إن شاء الله مصطلحات الحديث والمحدثين السلام عليكم بارك الله بارك الله طيب لله الحمد بارك الله 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 اتفضل. اه لو صمحت قلت انا اسماتي الشيخ محمد حسان بيقول ان فوائد بنك فصل حلال. يا حبيبي ما تكلمني بهذا الكلام ما ليه مال غيري. انت اسألني عن فوائد بنك فياسل اقول كل البنوك سواء. خلاص. السلام عليكم. وعليكم. عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ورد ذلك بسند ضعيف. فعلى من يقولون بالعمل بالضعيف فضائل الاعمال على رأيهم يجوز. اما الذين اختصرون على الصحيح فليس سنده بصحيح. اهلاك الله. اياك. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله بخير والله. الحمد فلما بجي صلي بيكون هناك مسافرة كتير فبتكسر العصر. تمام? طيب. فاحيانا يجي واحد يكون صلى الضهر ركعتين. ويجي وقت صلاة العصر يجي يكسر ركعتين. وانا ادخل في الصلة. طبعا انا صلي انا من اهل الرياض يعني شغال في الرياض فاصلى ربع ركعت. بس هو بيدخل يصلي العصر بركعتين. هل ينفع يجوز ان انا صلي وراه بنية الضهر. لا تتوهنا بس لا تتوهنا وادخلنا في متاهة. واحد مقيم يجوز ان يأتمي بمسافرين ويكمل هو صلاته. والرسول صلى ومسافر ركعتين وقال من خلفه ان قوم من سفر. طيب هو احيانا يقول لي احيانا لما تصلي وراه يقول لي انا بصلي العصر. وانا جا اصلي الضهر. ما في اي مشكلة انت تصلي ركعتين وان اختلفت النوايا هنا وتكمل ما فاتت. يا سلام يا سلام الله يبرك وبرك 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 and قال أمام الله عن دور معين ماذا يلزمنا أن نفعل نصرة إخواننا والله كان قال الرسول صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل فالذي في وسعك لنصرة المسلمين ابذله ما في وسعك ربي قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها هل يسعني الآن أن أقول لا يتبعيدين إلا الدعاء ما الذي تستطيع فعله ما الذي تستطيع أرشدنا إلى ما تستطيع فعله جزاك الله خير رشدنا ماشي السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حدث كيف حالك يا شيخ الحمد لله في بجل حضرتك لو أنا بصلي قيام الليل أصلي مش بصلي لو أنا أصلي أما با لخول البا على الفاة المضارية غلط أصلي قيام الليل بألف آية في سورة العبسة والتولى اقرأها 24 مرة لكي احصل على الالف آية حديث الالف آية ده ضعيف يا اخي ضعيف ضعيف دي نعم ضعيف يعني لو كل طبع من المقمطرين كله ضعيف نعم انت تريد شيء مثلا اقرأنا المصحف اما تكرر عبسة وتولى 24 مرة وانت قال استعدل 24 مرة لست على هدي محمد بهذه الطريقة والحديث الذي فيه ان النبي قام بصورة الزلزل ليلة لا يصح او عفوا قام بقوله تعالى ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز والحكيم لا يصح السلام عليكم 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 يحضر الولادة ايجرس يتفرج هو قال له كده اريد يخالف ما اقسم عليه يكافر كفارة يمين معنى الشيخ سؤال تانى بعد ذلك تفضل ليس عليه اثم لم يرى قطة خطأ قتل القطة خطأ ليست لها دي ليست لها عصب السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ذاك الله خير والله يبرك فيك السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتفضل شيخنا بعد اذن حدثك لألك بحادك بخير ان شاء الله الحمد لله الله يبارك فيك اتفضل حدث احنا اولياء امور لمعهد ازهري لطلاب في معهد ازهري خاص نعم المفروض ان ما زعه معهد ازهري خاص يعني يتابع للازهر يعني بيرقب في الميزانيات المالية ويعتمد له الاسعار اللي هو بيقدمها للطلاب نعم المهم ان هو ازاد في سعر البكت الكتب المدرسية اللي بيبيعها للاولاد توترا لحد ما وصل السعر المبلغ عالي وصل ل5000 جنيه والازهر الشريف ان طلع من شروط تخص الموضوع ده ان الاسعار دي الاسترشادية او ان هو انا لا افوا اسأل عن هذا غير لا اعرف القوانين المالية باركاته اتفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا شيخ مصطفى الحمد لله يا شيخ مصطفى هل يجوز كراءة علم الابرش هم لا يجوز وهذا دجل ومن اتى كاهنا فصدقه وعرفه وصدقه لما تقبل الله صلى اربعين يوم ولا يعلم من في السماوات والارض الغيبة الا الله لا مش علم ان هو تحديد صفات الاشخاص كله باطل كله باطل هل سلك الرسول هذا المسلك لا لا طيب وعدين هل المولدين كلهم في يوم تسعة مثلا المولدون كلهم في يوم واحد مثلا شعبان مثلا هل كل العالم على وطيرة واحدة المولد في يوم ستة شعبان هه واحد شعبان عفوا طبعا كله تخريف خريفون ويدحكون على الناس السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل اخبر حضرتك عم الشيخ يجري الان تسجيل هذه مكالمتي تفضل ايه انت تسجل مكالمة يكون استقدم على اي حال تفضل قاسع عم الشيخ قاسع تفضل مع حضرتك مدسر احمد يا مرحبا يا ايها المدسر يا مدسر عفوا يا مدسر مدسر الله يسليك عم الشيخ اه اه بالنسبة لمعاملات صدفون كاش اه حضرتك اه عرفها اجابت عليها عشرات المرات ارجع اليوتيوب تجد جواب سؤالك ان شاء الله السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم انا بخطوما انت قادر ادرب عدوه والله بقدر استطاعتك فالرصد يعني الناس اللي بيحتاجه بالنبيه قال نعم قاتل المرأة والطفل فده الحالة التمييز ما سؤالك يا حبيبي نعم ما سؤالك السؤال يعني بقولك رسالة يعني الناس اللي بتقول رسالة نعم في كل اذان نؤذنه نقول فالله اكبر ونقول ومن نصر الا من عند الله العزيز الحكيم في كل صلاة نصليها في كل اذان نؤذنه نكبر ربنا ونعتقد ان الله قادر على كل شيء وقد قال تعالى ذلك لو ان شاء الله لن تصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم السلام عليكم باذا قدر اجتزئ حمدا الله وصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكرا لانعم الله اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات من الارض ومن اما بينهما من اما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد حق ما قال العبد هو كلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيته ولا موطي لما منعته لا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد ان تنور السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد ان تقيم السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد ان تملك السماوات والارض ومن فيهن لك الحمد ان تلحق وقولك حق ولقائك حق والجنة حق والنار حق والنبي حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والسعة حق اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وعليك أنبنا وبك خاصنا ولك أسلمنا وعليك توكلنا اللهم بك أمنا وإليك أنبنا وبك خاصنا وإليك حاكمنا وعليك توكلنا ولك أسلمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أصرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة نعقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا واثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهينا وأثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الضائر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء أخضعنا الدين وأغننا من الفقر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ومقين عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدمنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالعروة الوذقى حتى نلقاك ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أجعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إن تبنى إليك وإن من المسلمين اللهم يا ربنا ثبتنا على الإيمان اللهم ثبتنا على الإيمان اللهم ثبتنا على الإيمان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدوك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إننا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن اللهم إننا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سختك ونعوذ بك من الحور بعد الكور يا رب العالمين اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله انصر إخواننا في غزة وفي فلسطين بنصرك وأهدهم بتأييدك يا رب العالمين اللهم يا ربنا أصلح أعمالنا وطيب أقوالنا أصلح أعمالنا وطيب أقوالنا وحسن أخلاقنا وأخلص نوايانا لوجهك يا كريم يا رب العالمين الله منصرنا يا خير الناصرين واخفر لنا يا خير الغافرين وارزقنا يا خير الرازقين وافتع علينا يا خير الفاتحين واحفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين وارفع درجاتنا في أليين يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا ربنا أن تحكم الحاكمين اخضي يا ربنا بالحق افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين افتح يا رب بيننا بين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء تولى أمرنا واخفر ذنبنا وأصلح أحوالنا وأحوال المسلمين وأقضي يا ربنا للمسلمين اللهم إننا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نسخفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته